السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وعملين ايه ان شاء الله يا ربي كلكم تكونوا بخير يا مسائل ورد ومسائل فلي ومسائل ياسمين على عيون اجمل اخوات واحلام طبعين ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير دايما اول ما هنبدأ ان شاء الله نصلي على النبي علي الفي صلى و سلم يا حبيبي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الاهليه وصحبه اجمعين ان شاء الله هنبتدي نقول سعر الدهب اليوم زي انا ما تعودنا كل يوم. النهاردة ان شاء الله هنقوله بالرجال السعودي يعني بعملة السعودية. على فكرة فيه دول عربية كتير وغير عربية بتتعامل بالريال. بس كل بلد بتتعامل بالريال بتاعها. ان شاء الله النهاردة العملة بتاعتنا الريال والدرر. الريال السعودي. يلا بينا نبدأ ونخش بقى على ايه? سعر الدهب اليوم. النهاردة الاربع. اربعة وعشرين حداشر. عشرين واحد وعشرين. آآ جرام الدهب عيار اربعة وعشرين. السعره بالريال السعودي. ميتين وستاشر. فاصل سبعتاشر. بالدرر سبعة وخمسين. فاصل اتنين وستين. جرام الدهب عيار اتنين وعشرين. مية تمانية وتسعين فاصل خمستاشر. ريال سعودي. الدررات اتنين وخمسين. فاصل اتنين وتمانين. جرام الدهب واحد وعشرين. عيار واحد وعشرين. مية تسعة وتمانين. فاصل خمستاشر. ريال سعودي. دررات خمسين. فاصل اتنين واربعين. جرام الدهب عيار تمنتاشر. مية تنين وستين فاصل تلاتاشر. ريال سعودي. بالدرر تلاتة واربعين فاصل اتنين وعشرين. جرام الدهب عيار اربعتاشر. مية ستة وعشرين فاصل عشرة. ريال سعودي. بالدررات تلاتة وتلاتين واحد وستين. جرام الدهب عيار اتناشر. مية وتمانية فاصل زيرو تمانية. ريال سعودي. بالدرر تمانية وعشرين فاصل واحد وتمانين. جرام الدهب عيار عشرة. تسعين فاصل زيرو سبعة. ريال سعودي. بالدرر اربعة وعشرين فاصل سنت. آآ جرام الدهب عيار تسعة واحد وتمانين فاصل زيرو ستة. ريال سعودي. بالدرر امريكاني واحد وعشرين فاصل واحد وستين. جرام الدهب عيار تمانية اتنين وسبعين فاصل زيرو ستة. ريال سعودي. آآ الدرر امريكي تسعتاشر فاصل واحد وعشرين الدرر العملة دي عملة امريكا درر امريكاني مش كندي عشان فيه فرق ما بين بتاع الدرر الكندي والدرر الامريكاني فيه اختي كانت بتشكرني اللي انا بقولي الاسعار اللي شكرا على واجب وانا تحت امركم في اي حاجة والبلد اللي عاوزين نقولي السعار بتاعها اكتبوا لي بس في الكومنت ولولي عاوزين انهي بقى عملة بتاعتها وانا اقولها لكم مع الدررات انا بقولوا مع الدررات الامريكاني الدرر الامريكي اه الدهب معانا النهاردة اكتريته دهب صافي خالص مفهوش في سوس ودهب عيار 18 زي الاسويرة دي ودهب عيار 21 اه والدهب ده موجود في الخليج في الدول العربية سعودية كويت الامارات اه موجود في الاردن كمان موجود في سوريا وموجود في العراق موجود عندنا في مصر وموجود هنا في امريكا اه والدهب دهب تركي دهب هندي اه دهب خليجي اه واكتريته الدهب الصافي بيبقى شكله جميل وحلو اه والدهب اللي زردي والدهب اللي هو المركات ما بتخسريش فيه في سوس لما بتيجي تغياري او تيجي تبيعي الفاص اللي فيه ما بتخسرهوش بتغياري او بتبيعي بنفس زي ما هو بنفس الفصوص اه ان شاء الله يا رب الفيديو يجبكو ما تنسوش باعت اعملولي لايك وشير وسبسكرايب ولو سمحتوا اعملولي لايك يعني اللايك مش هيخسركوا حاجة هيرفع عندي القناة ويرفع الفيديو وحبايبي اللي بيشاهدوا مش مشتركين فاضل ولايس امر اه اشتركوا ودوسوا على زر الجرس بتاع الكل مكتوب عليه الكل عشان يوصلوكو كل فيديو جديد بنزله اه ما تبخلوش عليا باللايك اه ان شاء الله اللي معنا ذهب كله جميل واشكال رائعة وتنفع شبكات وينفع هدايا اه في المناسبات في عيد الام حاجات حلوة قوي وكله مدلات جديدة وحديثة او يا رب كل اللي نفسه في حاجة وكل اللي بيتمنى حاجة او نفسه في حاجة ربنا يحققها له ويرزقه بيها وزيادة كمان ان شاء الله ربنا يا رب يكرمكو كلكو وكل اللي نفسه في سنسلة ولا نفسه في خاتم ولا نفسه في حاجة زي ما بتكتبوه لي في التعليق ربنا يديكو يا رب كل اللي بتتمنوه اكتر ان شاء الله والسنسلة اللي معنا دي سنسلة جميلة جدا من غير فصوص عيار 21 الدلاية بتاعتها بتبقى وزن والسنسلة وزن تاني المكتوب تحت الوزن بتاعت الدلاية او المشاء الله زي احنا ما بنقول عفوا ما عليش انا لسا عندي برد فاعزروني والخواتم الجميلة دي حلوة او الاسورة اللي رأيت دي ولا الجناهات شكلها جميل وحلوة وشيك في اللبس والغواش الجميلة دي والطقم الحلو ده زي ما بطوله عليه شلالات او كرسي جابر مش عارفة الصراحة بطوله عليه ايه بس شكله جميل مع الخواتم الرائعة دي اللي من خواتم تنفع للشابكة دي مع المحبس المحبس اللي هي الدبلة واسورة كده خفيفة تكون شكلها حلو ان شاء الله يا رب الفيديو عجبكو ولو الفيديو عجبكو قولولي في الكومنت ان هي طعمة وان هي غواشة وان هي خاتم اللي عجبكو وحبين تشوفوا ايه وانا ان شاء الله اعمله لكم ان شاء الله وده حاجات 22-22 المجموعة دي مجموعة جديدة وحديثة بتاعت السنة اللي هتهل علينا ان شاء الله ان شاء الله ربنا يجعله عام سعيدة عليكم وعلينا وعالجميع يا رب اه وما تنسونيش بقى من كومنت حلو ولايك وقلولي ان هي الطقم الشيك ده وردة شكله جميل قوي على فكرة اي حاجة فيها وردة انا بحبها اه طبعا كل واحد وليه زوء اه زوء اه زوء انا غير زوءكو وعلى حسب كل واحد ما بيحب ايه وده طقم حلق وخاتم واسورة والكلية او العقد او السنسلة على حسب ما بتسموها ده طقم جميل جدا وشيك في اللبس وينفع لوحده دوة شبكة للناس اللي تحب الحاجات الكبيرة يعني لما الناس اللي بتحب الحاجات الرفيعة او الصغيرة ممكن تجيب باسورة او تجيب بخاتم ودبلة او ممكن خاتم ودبلة ومحبس يا كل واحد على حسب طبعا الامكانيات بتاعته وربنا يا رب يرزقكو جميعا وتجيبوا كل اللي تتمنوه وكل اللي مقبل على الزواج او على الخطوبة ربنا يتمم على الف خير يا رب لأي حد مقبل على الزواج اصابكو تستمتعوا بالفيديو